مأرب على أتم الجهيزية وبدأ أن ترجيح مأرب كمكان لانعقاد جلسات البرلمان هو الخيار الأنسب والأقرب للسلطة الشرعية التي عزمت أمرها على ضرورة استمرار البرلمان في أداء دوره مهما كانت الصعوبات عقدة المكان ظلت على رأس الصعوبات والعوائق الماثلة على طريق عودة البرلمان لأعماله في أي من المحافظة المحررة التي لم يستتب بعضها بعد على أرض صلبة بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن فإلى جانب إبداء السلطة المحلية في مأرب كافة الاستعدادات والتسهيلات لانعقاد جلسات البرلمان وما تتوافر للمحافظة من عوامل أمن واستقرار وبنى تحتية وموقع جغرافي متميز يتوسط شمال اليمن وجنوبه ويربط بينهما ثم تعوامل أخرى تستفرد بها مأرب التي تمثل العمق الجمهوري والوطني لليمن والأنموذج الأمثل للدولة والمنطلق الأرسخ لليمن الاتحادي الكبير وعلى ذات السياق يبرز العامل الأهم في اختيار مأرب الاستئناف مجلس النواب أعماله منها في كون مأرب أنموذج للحكم الشوروي في اليمن منذ مبتدأ التاريخ وأصور ما قبل علوم السياسة ونظم الحكم وبالتالي فإن مثل هذه الخطوة لن تكون حدثا عاديا وعابرا في السياق الحضاري والتاريخي العام لليمن بل هي رد اعتبار للهوية الوطنية الحضارية لليمن التي تمثل مأرب مركزها وهي عرفان النبيل لاستثنائية المكان في مأرب التي قالت ذات أمس افتوني في أمري قبل أن تكون الديمقراطيات والجمهوريات والبرلمانات شيئا مذكورة